ما معنى هذه العلامة؟ حدّت إجابة واحدة تطبيق السرعة ما هي السرعة الوطنية المحددة للسيارات والدراجات النارية على طريق مزدوج؟ حدّت إجابة واحدة سبعون ميلاً في الساعة لا توجد علامات تحديد السرعة على الطريق كيف هي السرعة الثلاثين ميلاً في الساعة؟ حدّت إجابة واحدة إنارة الطريق عندما ترى أضواء الطريق ولا توجد علامة لتحديد السرعة هذا يعني بديهياً أن السرعة حدّت إجابة واحدة 30 ميلاً في الساعة ما معنى هذه العلامة؟ الإشارة؟ حدّت إجابة واحدة نهاية أدنى سرعة هناك جرار زراعي أمامك وأنت ترغب في التجاوز لكنك لست متأكداً هل هذا عمل سليم أم لا؟ عليك حدّت إجابة واحدة لا تتجاوز إذا كنت في شك من أمرك أي ثلاثة مما يلي أكثر احتمالاً أن يسلكوا مساراً غير اعتيادي عند الدوار؟ حدّت ثلاث إجابات سائق دراجة هوائية يجب عليك عدم الوقوف في طريق خالي من السيارات حدّت إجابة واحدة في أي وقت ما معنى هذه العلامة؟ حدّت إجابة واحدة انتظار مقيت تستطيع أن تركن على الجانب الأيمن من الطريق ليلاً حدّت إجابة واحدة في طريق دوء اتجاه واحد في طريق مزدوج بثلاث مسارب المسرب الأيمن قد يستعمل حدّت إجابة واحدة للتجاوز أو الإنطاف على اليمين أنت تقترب من تقاطع مزدحم يوجد عدة مسارب وعليها علامات تدرك في اللحظة الأخيرة إنك على المسرب الخاطئ عليك حدّت إجابة واحدة واصل في نفس المسرب أين يمكنك التجاوز في طريق دوء اتجاه واحد؟ حدّت إجابة واحدة من اليمين أو من الشمال عند قيادتك للأمام في دوار عليك أن حدّت إجابة واحدة تؤشر لليسار قبل الخروج من الدوار أي عربة تسلك طريقاً مغايراً للطبيعي عند الدوار؟ حدّت إجابة واحدة عربة طويلة يجوز لك أن تدخل في مجال التقاطع عند حدّت إجابة واحدة خلو المخرج من المرور قد تنتظر في مجال التقاطع الأصفر عند حدّت إجابة واحدة السيارة القادمة تمنعك من الإنعطاف لليمين أي ثلاثة مما يلي عليك الوقوف عندما يطلب منك ذلك؟ حدّت ثلاث إجابات ضابط شرطة دورية مدرسية إشارة مرور حمراء شخص ينتظر للعبور في منطقة عبور المشات هم واقفون على حافة الطريق عادة عليك أن حدّت إجابة واحدة توقّف وتركهم يعبرون وانتظر في التوقّن كروسينج عدّى المشات يجب أن تكون حذّراً من عبور دراجة هوائية من يستطيع استعمال المعبر الخاص بالمشات والدراجات الهوائية؟ حدّت إجابتين سايكلست سايقو الدراجات الهوائية المشات في المعبر المتحكم فيه بالزر ما معنى الضوء الأصفر الذي يومض؟ حدّت إجابة واحدة عليك إعطاء الأولوية للمشات الذين ما زالوا في منطقة العبور أنت تنتظر في منطقة عبور مشات الضوء الأحمر تغيّر إلى أصفر هذا يعني أنه وجب عليك حدّت إجابة واحدة انتظار إخلاء المشات للتقاطع متى تستطيع الركن على اليسار في الاتجاه المعاكس لهذه العلامة المرورية؟ حدّت إجابة واحدة لأخذ ركاب أو إنزالهم أنت تنوي الإنعطاف للمين على تقاطع والسائق المقابل يريد الإنعطاف للمين أيضا من السلامة حدّت إجابة واحدة ابقى العربة الأخرى على يمينك والإنعطاف خلفه أنت على طريق مضاءة وبدون إشارات مرورية ما هو حد السرعة؟ حدّت إجابة واحدة ثلاثون ميلاً في الساعة أنت تقود في طريق فيه سيارات متوقفة على اليسار لأي من هذه الأسباب الثلاث يجب عليك المحافظة على السرعة البطيئة؟ حدّت ثلاث إجابات سيارات تبدأ في المضيء الأطفال قد يجرون بين السيارات أبواب السائقين قد يفتحوا أنت تلقى عائقاً في طريقك عليك حدّت إجابة واحدة أعطي الأولوية للسيارات القادمة أنت على طريق مزدوج ذو حارتين أي إثنين مما يلي قد يستخدمون المسرب الأيمن؟ حدّت إجابتين تجاوز السيارات البطيئة من عنده الأولوية عند تقاطع لا علامات به حدّت إجابة واحدة لا أحد له الأولوية ما هي أقرب مسافة للتقاطع يمكنك أن تركن عندها؟ حدّت إجابة واحدة 10 أمتار أي إثنين وثلاثون قدماً ما هي الأماكن الثلاثة التي لا يسمح فيها بالتوقف؟ حدّت ثلاث إجابات near the brow of a hill على حافة حظبة at or near a bus stop عند أو بالقرب من محطة الحافلات within 10 meters 32 feet of a junction عشرة أمتار قبل التقاطع أي إثنين وثلاثون قدماً You are waiting at a level crossing A train has passed but the lights keep flashing You must أنت تنتظر في منطقة عبور القطار مر لكن الضوء ما زال يومض عليك حدّت إجابة واحدة Carry on waiting واصل الانتظار At a crossroads there are no signs or road markings Two vehicles approach Which has priority? عند مفترق طرق وحيث لا توجد إشارات ولا علامات مرورية سيارتان تقتربان من لها الأولوية حدّت إجابة واحدة Neither of the vehicles لا أحد له الأولوية What does this sign tell you? ماذا تقول لك هذه العلامة? حدّت إجابة واحدة No waiting zone ends نهاية منطقة عدم الانتظار You are entering an area of roadworks There is a temporary speed limit displayed You should أنت تدخل منطقة أشغال طرق هناك علامة مؤقتة للسرعة عليك أن حدّت إجابة واحدة Not exceed the speed limit لا تتجاوز السرعة المحددة In which two places should you not park? في أي مكانين يمنع عليك الركن أي التوقف حدّت إجابتين Near a school entrance بالقرب من مدخل مدرسة At a bus stop في موقف حافلات You are travelling on a well-lit road at night in a built-up area By using dipped headlights you will be able to أنت تقود في حي سكني ذو إضاءة جيدة ليلا باستعمالك للأضواء الخافتة يمكنك حدّت إجابة واحدة يمكن للآخرين رؤيتك بسهولة The dual carriageway you are turning right onto has a very narrow central reservation What should you do? في الطريق المزدوج الذي تنعطف إليه من ناحية اليمين توجد منطقة وصل ضيقة ماذا عليك أن تفعل؟ حدّت إجابة واحدة Wait until the road is clear in both directions انتظر حتى خلوء الطريق من كلا الجانبين What is the national speed limit on a single carriageway road for cars and motorcycles? ما هي السرعة القصوى في الطريق المزدوج للسيارات والدراجات النارية؟ حدّت إجابة واحدة 60 miles per hour 60 ميلاً في الساعة You park at night on a road with a 40 mile per hour speed limit You should park ركنت ليلاً في طريق حيث السرعة القصوى 40 ميلاً في الساعة عليك أن تركن حدّت إجابة واحدة With parking lights on ترك أضواء الركن منارة You will see these red and white markers when approaching سترى هذه العلامات الحمراء والبيضاء عند الاقتراب من حدّت إجابة واحدة A concealed level crossing منطقة عبور غير ظاهرة You are travelling on a motorway You must stop when signalled to do so by which of these في أثناء قيادتك على الطريق السريع يطلب منك أن تقف بأي من هذه الوسائل حدّت إجابة واحدة A highways agency traffic officer معاون الهيئة العامة لإدارة الطرق السريعة At a busy, unmarked crossroads which of the following has priority? أي مما يلي لديه أولوية في تقاطع غير مزدحم وبلا علامات حدّت إجابة واحدة None of the vehicles لا أحد منهم You are going straight ahead at a roundabout How should you signal? أنت تقود في اتجاه دوار كيف تؤشر حدّت إجابة واحدة Signal left just after you pass the exit before the one you will take أشر يساراً بعد مرورك بالمخرج الذي يسبق المخرج الذي تتجه إلي You may drive over a footpath قد تقود في ممر مشات حدّت إجابة واحدة To get into a property للدخول إلى ممتلكاتك A single carriageway road has this sign What is the maximum permitted speed for a car towing a trailer? توجد هذه الإشارة على طريق مزدوج منفرد ما هي السرعة القصوى المسموح بها لسيارة جر مقطورة؟ حدّت إجابة واحدة 50 miles per hour خمسون ميلاً في الساعة You are towing a small caravan on a dual carriageway You must not exceed أنت تجر بيتاً صغيراً متنقلاً قائماً على عجلات على طريق مزدوج عليك أن لا تتجاوز سرعتك حدّت إجابة واحدة 60 miles per hour 60 ميلاً في الساعة You want to park and you see this sign On the days and times shown you should تريد الركن ورأيت هذه العلامة في اليوم والوقت المبين أعلى حدّت إجابة واحدة Park in a bay and pay الركن بين عمودين والدفع You are driving along a road that has a cycle lane The lane is marked by a solid white line This means that during its period of operation أنت تقود في طريق فيه مسرب للدراجات الهوائية معلّم بخط أبيض متواصل هذا يعني فترة التشغيل حدّت إجابة واحدة You must not drive in that lane يجب عدم القيادة في المسرب A cycle lane is marked by a solid white line You must not drive or park in it مسرب دراجات معلّم بخط أبيض متواصل هذا يعني عليك أن لا تقود عليه أو تركن فوقه حدّت إجابة واحدة During its period of operation أثناء فترة التشغيل While driving you intend to turn left into a minor road On the approach you should أنت تقود ونويت الإنعطاف يسارا إلى طريق جانبي عند الاقتراب عليك حدّت إجابة واحدة Keep well to the left of the road ابقى على يسار الطريق You are waiting at a level crossing The red warning lights continue to flash after a train has passed by What should you do? أنت تنتظر في منطقة عبور بقي ضوء المخاطر الأحمر يومض بعد عبور القطار ماذا عليك أن تفعل؟ حدّت إجابة واحدة Continue to wait استمر في الانتظار You are driving over a level crossing The warning lights come on and a bell rings What should you do? أنت تقود فوق منطقة عبور انطلقت أضواء تحذير المخاطر مع دق الجرس ماذا عليك أن تفعل؟ حدّت إجابة واحدة Keep going and clear the crossing واصل القيادة لإخلاء المعبر You are on a busy main road and find that you are traveling in the wrong direction What should you do? أنت على طريق رئيسية مزدحمة واكتشفت أنك في اتجاه خاطئ ماذا عليك أن تفعل؟ حدّت إجابة واحدة Turn round in a side road استدر في الخلف في طريق جانبي You may remove your seat belt when carrying out a maneuver that involves بإمكانك نزع حزام الأمان إذا كنت تقوم بمناورة حدّت إجابة واحدة Reversing الرجوع للخلف You must not reverse عليك عدم الرجوع إلى الخلف حدّت إجابة واحدة For longer than necessary أكثر مما تحتاج When you are not sure that it is safe to reverse your vehicle You should عندما لا تكون متأكداً من أمان الرجوع للخلف عليك حدّت إجابة واحدة Get out and check أخرج وتفقت When may you reverse from a side road into a main road متى يمكنك الرجوع بالخلف من طريق جانبي إلى طريق رئيسي حدّت إجابة واحدة Not at any time ليس في أي وقت You want to turn right at a box junction There is oncoming traffic You should أنت تريد الإنعطاف يميناً عند صندوق التقاطع وهناك مرور قادم عليك حدّت إجابة واحدة Wait in the box junction if your exit is clear You are reversing your vehicle into a side road When would the greatest hazard to passing traffic occur أنت ترجع بالخلف إلى طريق جانبي متى تحدث الخطورة الأكبر للمرور القادم حدّت إجابة واحدة When the front of your vehicle swings out بعد بروز مقدّمة السيارة Where is the safest place to park your vehicle at night? ما هو أأمن مكان يمكنك أن توقف سيارتك في الليل? In a garage? مستودع شخصي You are driving on an urban clearway You may only stop to أنت تقود في منطقة سكانية تستطيع الوقوف إلا إذا حدّت إجابة واحدة Set down and pick up passengers التوقف وأخذ راكب You are looking for somewhere to park your vehicle The area is full except for spaces marked disabled use You can أنت تبحث عن مكان لركن سيارتك المكان ممتلئ بالسيارات المتوقفة توجد أماكن فارغة مخصصة لذوي الإعاقة تستطيع حدّت إجابة واحدة Not park there unless permitted لا تركن إلا إذا سمح لك بذلك Your vehicle is parked on the road at night When must you use side lights? ركنت سيارتك ليلا على الطريق متى يجب عليك استعمال الأضواء الجانبية حدّت إجابة واحدة Where the speed limit exceeds 30 miles per hour لما تكون السرعة محدّة أكثر من 30 ميلا في الساعة You are on a road that is only wide enough for one vehicle There is a car coming towards you What should you do? أنت على طريق يسع سيارة واحدة وسيارة أخرى قادمة في اتجاهك ماذا عليك أن تفعل؟ حدّت إجابة واحدة Pull into a passing place on your left اقترب من مكان للعبور يسارا You are driving at night with full beam headlights on A vehicle is overtaking you You should dip your lights أنت تقود ليلا بكل الأضواء القوية سيارة تتجاوزك عليك تخفيض ضوءك القوي حدّت إجابة واحدة As soon as the vehicle passes you حالما تجاوزتك السيارة When may you drive a motor car in this bus lane? متى تستطيع قيادة عربة ذات محرك في مسرب هذه الحافلة؟ حدّت إجابة واحدة Outside its hours of operation Signals are normally given by direction indicators and الإشارات تُعطى من قبل إشارات الاتجاه وحدّت إجابة واحدة Brake lights أضواء المكابح You are parked in a busy high street What is the safest way to turn your vehicle around so you can go the opposite way? ركنت في طريق تجاري مزدحم ما هي أسلم طريقة للإستدارة للإنطلاق في الطريق المعاكس؟ حدّت إجابة واحدة Find a quiet side road to turn round in وجود طريق جانبي هادئ للإستدارة To help keep your vehicle secure at night Where should you park? لمساعدة الأمان لسيارتك ليلا أين يجب عليك ركنها؟ حدّت إجابة واحدة In a well-lit area مكان مضاء جيدا You are in the right-hand lane of a dual carriageway You see signs showing that the right-hand lane is closed 800 yards ahead You should أنت في المسرب الأيمن من الطريق المزدوجة وترى علامات تدل على أن المسرب الأيمن مغلق على بعد ثمانمات ياردة في الأمام حدّت إجابة واحدة Move to the left in good time تحوّل إلى اليسار في الوقت المناسب You are driving on a road that has a cycle lane The lane is marked by a broken white line This means that أنت تقود على طريق فيه مسرب للدراجات معلّم بخطوط بيضاء منقطعة هذا يعني حدّت إجابتين You should not drive in the lane unless it is unavoidable عليك أن لا تقود في هذا المسرب إلا إذا اضطررت You should not park in the lane unless it is unavoidable عليك عدم الركن إلا إذا اضطررت What must you have to park in a disabled space? ماذا يجب أن يكون معك للركن في مكان مخصص لذوي الإعاقة؟ حدّت إجابة واحدة A blue badge إشارة زرقاء On which three occasions must you stop your vehicle? أي ثلاث مناسبات وجب عليك الوقوف؟ حدّت ثلاث إجابات When in an incident where damage or injury is caused لما يحدث ضرر للسيارة أو إصابة في حادث When signaled to do so by a police or traffic officer لما يطلب منك شرطي المرور At a red traffic light عند الضوء الأحمر